السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جيدة من في قضية استمرت لعقود وحروب خصوصا بين الأشقاء كانت غضية شائكة في عدة بثوث الغضية كالآتي هل دابي كان مخيرا أم أجبرته الظروف معنى المحامي اللي بيدافع عن دابي في كونه أجبرته الظروف المليوني إبراهيم العامر وعندنا المليوني الآخر ماجد العامر اللي بيغنعنا إن شاء الله إنه ما قد أجبرته الظروف وكان مخير بتناول التفاصيل مع بعض إن شاء الله وليفز المحامي الأفضل إن شاء الله بس قبرة نبدأ إخوان نحتاج دعمكم دائما أبدا معنا سواء باللايك والاشتراك والشير يا أخوان وإذا تابعونا السلسلة تستمر تكفوون دعمكم محتاجينه وبقوة وأيضا إذا في قضايا أخرى شوفوناها شائكة بين الطاقم اكتبوها تحت لنا في الكومنت وإن شاء الله أن القاضي يكون عادل اليوم لا إن شاء الله معي في النهاية هيئة المحلفين بأن ما عندنا اليوم هيئة المحلفين راح يكونون أنتم جمهورنا الغالي فننتظر منكم أفضل تعليقات تحت وكل واحد يكتب رأيه ويبدي رأيه ويجد في المحامي الفاشل إبراهيم أيها المليوني ماجد طبعا تعرف ثاني يا المحامي إبراهيم طبعا تعرف يا أخ ماجد أن بناء على طرحك للغضايا والنقاط توضيح للجمهور ويقنع عينها الجمهور بيقتنعون صحيح فأنت تطلب العاطفة الآن وليس الحقيقة صحيح والمحكمة لا يوجد عاطفة فيها حقيقة الله إن كان فيها يتمحلفين يستغل هذه النقطة إن شاء الله وفالك الفيس واضح أن القاضي عادل يا أيال واضح فأخونا نبدأ من عنده المليوني إبراهيم ونشوف النقطة الأولى سيد القاضي نحن نتكلم الظروف ما هي الظروف وش تعريف من الظروف هي شغلات يمر فيها الإنسان خلال حياته ومن خلال هذه التجارب سواء كانت جيدة أو سيئة يتحول الشخص من شخص ممكن سيء إلى شخص كويس والعكس صحيح ممكن يتحول من شخص كويس إلى شخص سيء فهي الظروف وتعريف الظروف هي معضلة في هذه القضية هناك ظروف وهناك ما نمر في هذه الظروف ووصلت لهذا القرار في الأخير لكن أبجكشن يزيد أبجكشن عند ماجد تفضل مهما كانت الظروف وشيفنا شخصية كثيرة في القصة مرت بظروف مشابهة قريبة ونقدر نقول أن تدركي عاش نفس الظروف تقريبا وفي المقابل عندنا هوكس عاش ظروف أسوأ حتى من هذا في النهاية قرارك قرارك لما تجي تتخذ قرار يا سيادة القاضي هو الكلام هل أجبرتك ظروف هل أحد تحط مسدس على رأسه وقالك اتخذ هذا القرار وأجبرك عليه أم أنت من اختار هذا القرار بإرادتك الحرة وبرغبتك وحسب قراراتك وشخصيتك هنا محور النقاش كله هل دابي أجبرته الظروف مع أن الظروف مرة في غيرها بس اختاروا اختاروا قرار صحيح واختارون ويكونون أخيار ويكونون أبطال وينقذون الناس وينقذون الناس بينما الأخ الضريف اختار بمحظ إرادتها بدون لا يجبر أحد بتوجيه السلاح أو أغصبه أو 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 أنه يتحول إلى شخص شري ممتاز كان عن مثال هوكس جميل لكن كان في أفضل منه لكن ممتاز نقطة ممتازة تفضل سيد القاضي أنا كنت أتكلم عن موضوع أنه في أحد يمع بظروف وما إلى ذلك أنا بس أريك أنت سوالي سيد القاضي أنت وخوك أحمد في بيت واحد هل أنتم عيشتوا نفس الظروف؟ لا كل شخص عاش ظرف مختلفة عن الآخر أنا ومجد أخوان لكن كل واحد مننا عاش ظروف مختلفة عن الآخر مع أننا عندنا نفس الأب ونفس الأم ونفس الأخوان فهذه النقطة اللي أنا كنت أتكلم عنها ما قلت أن جاء أحد حط على المس هدس و أنا قاعد أتكلم عن هناك ظرف هل دابي حقيقة مر بظروف خلتي تتوجه لهذه الطريقة أو لو ما كانت هذه الظروف سيد القاضي أنا أتكلم عن هذا الظرف اللي مر فيه هو اللي قاد إلى هذا التوجه وخلاه يتوجه ويكون شري لأن هناك ظرف لكنه يعترض على هذا الشيء لا يوجد الإعتراب سيد القاضي ممتاز ممتاز طبعاً صراحة أن كانت شوي محتدمة كان في نقطة يمديك يا المليوني إبراهيم أنك تفتغل لها لكن ما شفك استغلت النقطة مع أنه كان كلام جميل لكن كإغناع وكمثال ما أجد صراحة فلح في هذه النقطة ونقطة حق ماجد أخوك أحمد مظلوم شكراً وثانياً لا تستغل عاطفة القاضي لا سمحت نقطة حق ماجد الدور عند ماجد المليوني ماجد تفضل عندك شكراً يا سيادة القاضي نقطة ثانية نعود إلى محورنا الجوهري والأساسي اللي هو شخصية دعبي نعم ناحد من كم نمر بظروف ولكن الكل الحياة الحياة كلها ظروف أنت بقرارك باختيارك تقدر تختار تقول ولا أجبرت للظروف أصبح تاجر وخدرات هذا غلط غلط أجبرت للظروف ورأت للناس سيد القاضي هل تطرقت في كلامي لاحظ معي هل أنا تطرقت في كلامي أن دابي سبت أن الظروف اللي مر فيه يعني نحن قاعد يقول لي قاعد يقول لي أن إيش والله مر بظروف وهو اللي اختار يعني أنا قلت لك هل أنا قلت هل أنا قلت بالحرف الواحد أن دابي مو غلط الشي اللي سوا أنا ما قلت أنني سيدي القاضي وهذا نقطة اعتراضي سيد القاضي هذا نقطة اعتراضي أنا ما قلت أن دابي مو غلطان أنا قاعد أقول اعتراض جميل جدا بخير بس ما قلت أن هذا الشي لا يعني أنه خلطان فهذا اعتراضي سيد القاضي اعتراضي جميل تفضل مليوني ماجد ردنا على اعتراض الأخ إحنا قاعدين نقول أنت تقول أجبرت هالظروف أنه يكون شرير فعلا هل يحق لأي شخص صار تاجر مخدرات أو قتل شخص انتقاما ويجي نقول ليش قتلت يقول والله أجبرتني الظروف بريت الظروف أنا صغير وقتلتها لا 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 قتلك لهذا الشخص وأنت كبير أنت خطرت أنك تقتل هذا الشخص ما أجبرتك الظروف ما أجبرتك الظروف تصير تاجر مخدرات يا سيدة القاضي ما أجبرتك الظروف إذا اتخذت قرار خاطئ وأنت كبير بالغ ما ينفع تجي تتحجج بظروفك وانت صغير ما أهم ما كانت الظروف قاسية لأنه في غير أكبر بظروف أقسى وفي غير أكبر بظروف أقل ما بأنكر ولكن مهم المهم أنك وانت بالغ لما تتخذ هذا القرار لازم تتحمل تبعات هذا القرار ما ينفع تجي تتعذر قدام القاضي وتقول يا سيدة القاضي والله أنا مريت بظروف أجبرتني هتصير زي كذا ولا أنا ما كنت بكو زي كذا صراعا لولا الظروف هذه هذا ليس عذرا وغير مقبول وقتلك هذا الشخص أو حرقك للناس هو اختيار وهذا اللي قالت تدركي بالحرف الواحد أنت ما نختار أن تحرق الناس مو بالظروف أجبرتك يا ساتر يا ساتر يا ساتر خاضي أنا ما شوفنا رد عن النقطة اللي أنا أطرح ايه معك 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 لا تحاول تستغل القاضي لا 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 شوف 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 اسمعوا أيها المليونين اسمعوا اسمعوا الابجوكشن حق إبراهيم كان ممتاز جدا صراحة أنت رديت على الجزئية لك بنيت نقطة أخرى في غير النقطة أنت اللي بديت فيها أساسا يعني كنت موصل لها بالضبط فهو استغلالة للنقطة هذه وقال لابجوكشن معينت أكسبتها هذه النقطة أولا أنت هنا نقطتك ممتاز جدا يا المليوني ماجد لكن خليل أخذها يعني بجدارة صراحة حبيبي أضايس نرلتها يا حي بجدارة صراحة يعني كان في عدة نقاط خصوصا أن الفلسف حقيقة الأنيمي أبطال وأشرار كان في بحر كبير جدا من هذا الشيء ما لم تستغله في بداية النقطة حقيت الجولة القادمة ففضل عندك مليوني إبراهيم سيد القر نحن نتكلم عن طفل عمره كان صغير جدا كان الفتى اللي جاء أبوه زرع فيه أحلام الدنيا كلها أنك أنت الشخص اللي راح تتفور أوبجكشن يا سيدة القر واو أبجكشن عند ماجد نعم تفضل نحن قاعدين نتكلم ونقول أن أجبرت الظروف أنه يتخذ هذا القرار وهو كبير مش وهو صغير الظروف اللي مربعه وصغير ما علينا منها ما علينا قاعد يتكلم عنها خلاص أنت حين وانت كبير قرارك اختيارك وانت كبير أنك تحرق الناس وتصير فيلن وتصير شرير وتقتل في الناس وتتقم فيهم ما لا علاقة شو اللي صار لك بالماضي تتعذر تولي قاعد أقول لك تتعذر عذري بالماضي يقول أنا صغير كنت ما هو بعذر ما ينفع واحد والله هو كبير يقول والله أبوي علمني السرقة فأنا صرت سروق خلاص أنا بتم أسرق عشان أبوي علمني وأنا صغير السرقة ولا أبوي علمني وأنا صغير أيا كان قتل الناس خلاص أنت بلغت أنت تعرف هذا الشيء صح أم خطأ فاتخذ قرارك بيس على هذا الشيء ولا تجد تقول أجبرتني الظروف أني أصير كذلك جميل جدا تفضل يا أبو خليل سيد القاضي يعني أنا أنا أتكلم في النقطة مهمة جدا زين اللي أنا أتكلم عنه حاليا واللي أنا قاعد أقوله أنا قاعد أتكلم أنه أول شيء دابي هو طفل كلنا كلنا كنا أطفال يوم الماء أنا ما قلت هل أبوي علمه يحرق الناس لا مو بهذا الشيء اللي علم هذا طفل صغير وتجيبه وتحاول تصلحه فأنت شغلة ثانية دابي ترتم ثلاث سنوات مغمى عليه ما زال هناك الطفل داخل دابي ما زال هناك ذلك الطفل اللي كان يحلم وينتضربه لأنه حتى يمطلع من عنده أولفوران وحاول يسيطر عليه قال لهم أنا ما بيكم طز فيكم رجع حق بيته كان يبي يشوف أبوه كان يبي يشوف اللمسة الحنية حق أبوه يبي يشوف الناس حزنان عليه شافوا أن أبوه موف آون قاعد يدرب أخوه ولا كأنه شي صار أنت زودت الطيم بلا بهذا الشغلة فطفل رجع لسه ما صار عقله طفل ما صار ما زال لسه طفل دابي وموجود داخله هذا الطفل اللي يدور حنان الأب اللي من البداية زرع فيه هذا الشغلة فهل يلام طفل نعم يلام لأن هذا الشي يسوى غلط أنا ما أختلف على هذا الشي أنا أقول لك غلط وسيل يلام على هذا الشي لكن هناك ضرف وهذا الضرف أن أبوه كان يحاول يخليه حلمة وأن الأول فجأة انسحب كل شي من تحته صار الله 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 يا بخري حبيبي صراحة نقطة جميلة ومثال جميل جدا أن الطفل ما زال طفل يعني فيه فصل أنك تأثر عليه سواء سلبي أو إيجابي وعلي خصوص أن الشي اللي كان مهيأ له مع أنه كان فيه أخو وأخت أكرم منه لكن هو اللي كان مهيأ ونسحب من تحتها البساط يعني بخليل صاح رد في نقطة يا ماجد هنا على المجاكش اللي قلت غير هذا لا لا رد في المجاكش غير أنا معك لا لا ودى صاح هو بس أنا اعترضت على نقطة وما رد عليه رد في شيء ثاني لا رد رد عليها بمثال جميل جدا والجمهور بيحكم على شيء هذا صراحة أنا شوف بخليل أحسن صراحة خصوصا بالمثال يعني المثال حرفين خير المثال يعني فنقطة حقبه خبص في الغد وضع في النص جاء بدأ نقطة قوية وسحب عليها رح نقطة ثانية بس الحمد لله نقطة ثانية كانت أقوية يعني الحمد لله نقطة حقبه خليل جاء الهام فسط الروح الهام الزمن والله أنا قاعد يتخبص يا عيال بس بس التوضيح سيادة القاضي نعيد ونأكد على نفس النقطة ونكملها مهما مريت بظروف وانت صغير نحن نحاكمك وانت كبير لأن الطفل الصغير يروح أحداث ما يدخل السجن ما يعقبونا نفسه ما يعاملنا نفسه عمد الكبير احنا تكلمنا قبل نرى نقطة يرجع يرد عليها ما يحق ليرد عليها وأنا قلت لك أن دابي ما زال لهناك الطفل أساسها مرة ثلاث سنوات ورجع هو طفل فلا يرجع يفتح لي في هذه النقطة مرة ثانية سيادة القاضي لا يحق لي أنا أبني عليها قاعد أبني عليها ما بعد أكمل بتكمل كلامي هو الرد هنا بجاكشن أنا برد على بجاكشن أنا ردي جاهز أنا برد داية ترى يعني يا سيادة القاضي الغيابة عن الوعي ثلاث سنوات لا يعفيه من المحاكمة كبالغ لأن حاليا أنا عمره فوق العشرين سنة فإذا أنت كنت طفل صغير كان عمرك يعني عمرك سبعة عشر ثمانت عشر خاص بلغت أنت بالغ حاليا ما أنت بطفل أنت أنت ميت تتدرب والدكتور بالحرب الواحد قال هذا بذرة شر جاهز وخاصة ما يحتاج حتى نتعامل فيه يعني شيطان من حتى إحنا الشياطين ما بقدرين نأثر عليه إذا هو كذا أصلا من يوم منه صحة من وعية ومن يوم منه وأبوه ما أدرب على أن يقتل الناس على قولته بنفسه قال ذلكلام قبل أبوه ما علمه اقتل الناس ما علمه أحرق الناس قاد يعلمه يكون بطل فقرارا يروح يحرق الناس عشان ينتقم من أبوه مو بيحرق أبوه حتى يعني إذا أنت بتنتقم من أبوك رح حرق أبوك ليش تحرق عيال الناس شوولك عيال الناس أنت حاقد على أبوك حاقد على أخوك رح حرق أبوك حرق أخوك ما لا داعي تروح تحرق عيال الناس وتسبب بشاكل في البلد وما أحد أجبرك ولا أحد أعلمك ذالشي لا أول فروان عشان تلومه ولا أبوك عشان تلومه أنت بذاتك اخترت هذا المسار يا دابي وأنت بالغ كبير في العمر رح طلعت من عندهم رح تتدرب من نفسك وحرق جسمك ورجعت لهم شر مطلقة واو واو ما يعني كتقول أن أنت الأولى حق تهوكس كانت مثالية فبخلي صراحة كان أبوكشن حقك جميل لكن بدلالة أن من بعد صحوته كان عنده المغدرة خصوصا أن التربية حقته كان التربية أن يكون بطل رقم واحد وليس للشيء السلبي أو الشيء الشري يعني فما جد هني أن لك النقطة أخذتها والله بجدارة شكرا بجدارة أخذت نقطة جميلة جدا والآن مرينا صراحة في قتال محتدم جدا بالنغاط والأمثلة والدلالات للمرة الأخيرة والأبد وكذا نبدأ من عند المحامي المليوني إبراهيم أي كي هيما تفضل طيب سيد القاضي شوف أنا بقول لك شغل يقول لك أصابع يدك ما هي سوى فالناس برضو ما هي سوى صعبا تجي تحكم على أحد وتقول له هذا الشخص ما صار له هذا الشخص ما صار له لأن كل شخص لا إرادة خاصة ومختلف على الآخر والظروف اللي يمر فيها يعني حتى لو مثلين نفس الشخص نفس الأشخاص يعني أنا وماهج مثلا مريني بنفس الظروف مئة بالمئة مو شرط نكون نفس العقل ولا نفس التفكير كل شخص يختلف يعني كل واحد لا إرادة خاصة لا تفكيرها الخاص لا طموحها الخاص لا أفكارها الخاصة فما يجي ولا نقدر نلوم شخص ونجي نقول حق شخص أنت والله أنت مرت نفس ذاك ليش أنت ما سويتها لا لا هذا خطأ كبير جدا كل شخص لها ظروفها الخاصة واللي يمر فيها هو اللي تصنع شخصيته أساسا إلى ما هو عليه هل دابي مو مخطئ لا أنا أقول مخطئ مئة بالمئة ولا أنكرنا غلطان لكن اللي أنا أقوله واللي أرجع أقوله من البداية وقلت من البداية وأرجع أقوله مرة ثانية وثالث ورابعة أن هناك ظرف لو أن هذا الظرف ما كان موجود لو دابي ما حرق نفسه قدرته ما تحرق نفسه وابوه تم دربة لأنه صار أفضل شيء هل كان رح يكون شرير هنا السؤال لنطرح هنا لأنه لو ما صار ذا الشيء كان يمكن دابي حين بطن من الأبطان ما كان شريه بس أن النظر فمر فيه دابي بغض النظر مين الغلطان فيه هل هو أبوه هل هو أهو هل هو تربية هل هو الظرف العامة هل هو الطفل هذا ما أحد احتواله ونلاقي أحد يحتويه مثلا من أم أو أب أو أب بالذات يعني لو محتويه كان ممكن رجع شخص آخر يعني بعد ما رجع وانتبه لو شاف أنه زعلان المضايق ووقف حتى عن تدريب تدركي لربما تغير دابي وتحول من شخص بيكون شريه لشخص ثاني طيب دابي مخطئ نعم مخطئ لكن هلالك ظروف مر فيها خلال حياته لو ما كانت موجودة ما كان بتشوف دابي بهذا الشرط وتاخر السطر ممتاز جدا جميل 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 تفضل أيها المليوني ماجد نرد عليها بنفس المحتوى اللي هو قال لنعم أصاب يدك موسوى ونعم كل واحد لا ظروف بختلفه ولا تفكي حتى لو مروا بنفس الظروف ما تقدر تحكم على ردات فعله وهنا مشكلتنا أحلى ندابي بقراره نفسه بإرادته نفسه اتخذ هذا القرار ما حد أجبره ما في ظروف أجبرته أنه يكون زي كذا مر بظروف قاسية نعم ولكن شقراكي مر بظروف أقسى شقراكي لهذا سبب أن نقول شقراكي أجبرته الظروف لأنه كان في عامل شر يأثر عليه من يومنا الطفل اللي ليه ما كبر ووجه لذا الجانب ومع ذلك لا تزال في داخله بذرة خير ممكن يرجع الطفل الصغير لداخله ممكن يرجع هذا ما في داخله شي ما في داخله لأسوات قاتم إلى درجة أن الطبيب قال ما قدرنا نأثر عليه حتى هو طفل ما قدرنا تلعب فيه الولد طالع معتمي خالص منتهي هو منفس يعني هو بذرة الشر هو شر أكثر حتى من ظرف الوحيد أن أبوي همشني طيب ما هو ظرف أنت مريت يعني إلا أنت فقير مثل هوكس ولا أبوك كان شرير أبوك كان بطل وكان يدربك أنك تكون بطل وكنت عايش عيشة سي الحلاوة اللهم أنك كان عندك قدرة تتسبب في حرقك هذا الشيء ظرف أنت مريت فيه مو بيدك هذا الشيء مو بقرار ولكن يوم كبارت أنت بيدك أنك تكون شرير أنت بيدك تختاره لهذا السبب تدركي قاله بالحرف الواحد أنت من تختار أنت من تختار هذا الطريب أنت من تختار أن يحرق الناس أنت اللي قاعد تختار ذا القرار ما حد أجبرك عليه هذا مشكلة لما نجي نقول عن واحد زي دابي أجبرت الظروف أن يكون شرير معناتك أن نحن نبررنا أفعالها وأنه ما يلام على أفعال اللي ما يلام على أفعالها في ذا الموقف هو شقراكي لأنه من يوم نطب صغير والفرواني تلعب فيه ولكن تويا ما حد تلعب فيه من يومنا صغير هو من نفسه تتخذ القرار بالعكس أن يربى طول وقته على أن يكون بطل ويوم من أقم عليه ثلاث سنوات ورجع ما حد تلعب فيه نهائيا هو من نفسه قرر شر مطلق قرر أنه يروح يحرق الناس وتام يحرق الناس لذلك الفترة ومغير اسمه ومغير شكله عشان أبوه ما يعرفه عشان بعدين ينتقم من أبوه من أخوه وكي تتقم من أبوه وكي تتقم لا تحرق الناس يا أخي اجذب بالناس تتحرق فيه متأمي فيه من ذا البلاوذة كله فحنا كلامنا كله ما أجبرت الظروف هو من اختار لأنه وهو بالغ هو صغير ما حدثنا كان يربى على أن يكون بطل يوم كبر من نفسه كذا طق سويتش ورح يحرق الناس فباختياره وبقراره بغض النظر عن الظروف اللي صارت له فينا صارت لها ظروف أسوأ وطلعت أفضل منه ما شاء الله كانت مرافعة حامية الوطيس عقلتهم شاءك يا سيدة القاة شاءك يا محمد شوف اسمحوا الرحيم أولا المحمد إبراهيم كلامه عن تفرده في الشخصية دابي كيف أن منطلق أن شاف الشيء وعاش الشيء واجبر أن يكون هذا الشيء وشيء ثاني الظروف اللي مر فيها كذلك وعندك الأخيرة النقطة صراحة اللي شفت فيك يا إبراهيم كما أود أنك ما قلت حتى وإذا جاءتها طاري ألا هو الأفتراضات لأن العمل حصل وصار ومشى كلنا شفناه الرجال حتى كفكر ككلام كان يعني واضح أفعاله واضح نواياه واضح كل شيء ظروف أنا معك هي الظروف اللي أنتجت هذا الشيء لكن افتراضك إنه لو شاف وقف تدريب جاء ولدي ما ولدي لآخرة كان جميل جدا بس يظل افتراض الله عليك يعني أقول لك لو الحلقة هذه لو حلقة هذه لو حلقة هذه فعلا كانت نازل قبل ما نجي آخر أحداث أنا معكم معطيك الغضية بنفسي بعد ما يحتاج أي شيء آخر بينما عم رفعتك السابقة ترى غضية ناجحة بالنسبة لك أما عند ماجد موضوع عنا يقايم قالنا دابي شر بحثة وشر مطلق هذا شيء بان فعلا الرجال ما في أي نواية خيرة ولا يرجع منها خير يعني حتى في نهاية كلكم شفتوا هذا الشيء الرجال يعني مر 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 يعني أتدور منه مصلحة جميل وكان يمديه أنه يعني ياخذ مثال آخر أفضل من اللي قاله وبخير كان يمديه بعد كونتر هذا الشيء لكن شيء آخر اللي ماجد طح فيه قاعد يرد عاي نقاط وبخير طارحها في النقطة الأولى والثانية يعني موضوع الظروف إن أجبرتها وأي يدها ماجد المرضون لا يأي يدها ماجد أساسا كقول حتها الحقيقة لكن موضوع أصبر ما انتهت ما انتهت هذا ترغل غضل تخوك أنا افترض ولقم من وطاة سلبية عندي فموضوع يستطيع التغيير هاي يستطيع التغيير هذه يعني جملة صعبة جدة عدابي أنا صعب أن يسرد الشيء معه ماجد قالها بدرة شر مطلق يعني طلع من بعد الغيبوبة هذه الثالث سنين خلاص ف هي كانت تعادل لو لا افترض طراحة أبو خليل وأعطي الفوزي للمحامي المليوني ماجد استفقاق صراحة لأن الأفتراض في العمل من بعد النهاية شي سيء كما حامل كنت اتخذها معك طيب سيد القاضي تفضل بحر القاضي أنا يقول انت اللي عليك أنا أنا بقول شغلة واحدة بس أحاجب أحاجب هذا لنخلص لأيت حلقة لأن العمل ما بعد ينتهي وأنا عندي إحساس لأنه قال كلمة أريد أرجع حسب عليه بعد ما ينتهي العمل حقك حقك رد اعتبار لأنه لا يوجد بذرة خير سؤالي للمحامي وهذا شيء إضافي في الوبجيكشن لو انتهى العمل وشوفنا بذرة خير في دابي تعتذر؟ يصير خير تعتذر؟ لا لا جوابه ملي ملزوم؟ لا ملزوم على الملزوم الأخر لا يقدر في داني بي سمحت يا محامي ماجد أنا الغاضي وألزمك تجيبه نعم أو لا لا ما رح تظهر مننا بذرة خير لا 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 ما رح تذر؟ لو ظهرت لو ظهرت انت همشت للوقت قلت ما فيه بذرة خير لو ظهرت في المستقبل حتى لو ظهرت انت انت بيت فتح نقاش جديد لا 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 الحلقة انتهت الحلقة انتهت حتى نرجع للمستقبل لا لا الحلقة انتهت محامي ماجد سمعوا لي ثواني ثواني يبي يدخل لقاش لا 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 أصفر 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 هيا تذكر حلقة أفتح حلقة جديدة الله الله هذا النوع يقول حينها طبعا فيه تحدي ظهر الحين ألا وهو هل دابي لو ظهرت لديه بذرة خير وجب على ماجد أو المحامي ماجد الاعتذار لا أبدا ما أنت معتذر حتى لو وضح هذا الشي معناها تجد دفاع على هالقضية ممصحي معناها ترى كل دفاع على هالقضية بيعتبر باطل بحكم موجب قوانين لو سمحت أتقاطع الغاضي لو سمحت أحكم على هالقضية لو سمحت يا محامي ماجد لا أخصك الغضية لا أتقاطع الغاضي أنا كسبت خلاص عادي عادي في محكمة يعني أني صرت ألعب فيك وغير الحكم ما تغير ما تغير شيء أنت فست بددارة واستحقاق معنا يجبت العيد في عدة نقاط لكن استحقتها استحقت الفوز لكن من بعد ما انتهى حكمي بفوزك نعم المحامي هناك أثار نقطة لربما هناك يكون رد اعتبار وهذا من حقه من حق الجمهور لأنه في غضايا كثيرة سواء في أرض الواقع أو أرض غير الواقع يكون رد اعتبار بعد ما أسطر الحكم ما عندي مشكلة إذا جاء رد الاعتبار يطلب جاسة ثانية ونسوي له ممتاز يرفع الاستناف ممتاز ممتاز إذا سمحت لي حلط المحامي إبراهيم فاما أنا بس عدة نقاط خفيفة لطيفة بعد ذلك في حال النبان اللي قال أبو خليل أنه بيكون في بدرة الخير أو بتبان في بدرة الخير أنت ملزوم أولا الاعتدار الرسمي سواء في بث أو حلقة خاصة ثنين ما أنا بملزوم لا ملزوم سمعت ثنين ثنين إحقاق بإسقاط هذا الحكم اللي صار الحين فوزك يعتبر باطل باطل لا أبدا مصحيح أنا أقول لك ثلاثة لا لا أنت أجبر سمحت لي تكلم طيب ما تسمعني أردت لقد قلت لحين ربع ساعة لا لعدين ما رديت وتكلم نقطة هذا المفروض المفروض أننا نحكم على اللي يظهر مو على اللي رح يظهر لأن اللي رح يظهر افتراض وانت ليش خسرتك هنا أسمع جائبك هو هذا الفكرة حين هو يريد يكسب القضية القضية من جديد على افتراض طيب وإذا ما صار شبي يزوي هو يزوي دعاء يعني أوكي أن تتزمني بشي إذا صار وما تتزمني بشي إذا ما صار إذا ما طالع فيه بدرة خير لك مني اعتذار أنا ما في إحنا ناس نسيده وانا أشوف وانا أشوف أن تدركي لاحظوا أن في أخوه بدرة خير هذا مو بقضيتنا احنا في حلقة وانا يساب حلقة سيداتي انهي الحكم انتهت يا سيداتي سادتي أعزائي المشاهدين صراحة كانت حلقة جميلة جدا والله العظيم يعني كان نغاش في بعض النغاط يعني ما جلو رتب لها من بداية لكان مسح في إبراهيم مسح خير طبيعي كذلك بخليل يعني لو لو النقطة الأخيرة الافتراض هذا لو ما صار طبعا معنا ما يترى في التواصل بداية لو قالوا ما دخلوا بدنا دخلونا السجن دخلوها الأحداث مدري إيش عشان يهيئونا كلام منطقي بس يعد افتراض بسيط لكن بخليل جالله خير أبحر في افتراضه أبحر في نغاطه الخاصة على دابي كانت حلقة شهيقة الفوز مبروك لك محامي ماجد شكرا لك مليوني بحق الفوز للحق شاس و نمره نحن أصحاب أخلاق عالية وشكرا للمحامي يا بخليل على ظهار روحك الرياضية يدافع عن أشراري المحامي فاشل لكن يدافع عن واحد حتى ما عنده فاكت سيطان أخصانينا بس فشكرا لكم على مشاهدتكم لنا ونزيل لكم الحكم في التعليقات بفضل الله ولكم نسعد بخدمتكم ورأياتكم مجددا وفي النهاية يقوله معي سبحانك وحمدك أشهد أنني لأهل أنت أستغرق واتوب إليك لا تنسون وشترك في غناء اللايك والشير ونشوفكم على خير